أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمد عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفوهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخرنا إن نسينا أو أفطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدوك صلقانا نصيرا وقل جاء الحق وسهق الباطل إن الباطل كان سهوقا وننسل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف لعباده يرسك من يشاء وهو القبيل العزيز إن الله هو الرساق ذو القبة المتين والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر مفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدود الناس من الجنة والناس اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقزيننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقسى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير